بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات الكرام في هذا اللقاء المتجدد بحضراتكم والذين تذاكروا فيه وإياكم شيئا من القيم الشرعية التي جاء بها الإسلام وجاء بها النبي عليه الصلاة والسلام وقد استعرضنا جملة من هذه القيم المباركة والنافعة والهمة والتي فيها من مقاصد الشريعة الشيء الكثير مما يدلكم على أن هذا الدين في حقيقته ودين الرحمة ودين العدل ودين التوحيد ودين الاتباع ودين الطاعة ودين الرفق بالإنسان بل وبالحيوان وغير ذلك من ألو من هذه القيم والحقائق الشرعية والواقعية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة راسخة يجب أن لا تغيب عن أذهاننا جميعا وهي أن هذا الإنسان هذا المخلوق الإنساني هذا الكائن الحي الذي يسمى الإنسان مهما بلغ في العلم والإيمان والعلم والدرجات العلى في تلقي الدراسات وغيرها يبقى إنسانا خطاءا يبقى مخلوقا ليس بمعصوم من الخطاء مهما بلغ الإنسان يبقى من الخطاء خطاء يعني يقع في شيء من الدنوب لا يكون كاملا أبدا ولا يكون مكتملا أبدا ولا يكون معصوما من الزلل أبدا كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوعبون هذه مبادئ راسخة يجب أن لا تتزعزى في قلوبنا لا تنمر لعالم أو شيخ دين أو داعية أو أستاذ جامل أو حاكم أو محكوم أو غيرهم أن يكون معصوما كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوعبون الذين يتوبون من أخطائهم علينا أن ننظر للناس على هذا الأساس أن هذا خطاء وذاك خطاء وهذه خطاء وأنا خطاء وأنت خطاء حتى خطاء مش واحد يخطئ خطأ بسيط مو واحد يخطأ خطاء لا لا خطاء يعني كثير الخطأ ولهذا يا إهواني من الطبيعي أن الزوج يخطئ في حق زوجته لا تنتظرين من الزوج أن يكون ملاك معصوم من الخطأ ومن الطبيعي أن الزوجة تخطئ في حق زوجه ومن الطبيعي أن الوالدين أحيانا باجتهاد يخطئون في حق أولادهم وأن الأولاد يخطئون في حق والديهم كل هذا أمر طبيعي وأمر وارد وأمر متوقع لماذا؟ لأن كل بني هذا مخطاء والله تعالى أخبرنا أنه يحب التوابين ويحب المتطهدين كما قال تعالى أن الله يحب التوابين ويحب المتطهدين ما معنى التوابين؟ يعني الذين توابون صيغة مبالغة ويجمع تواب صيغة مبالغة من التوبة يعني كثير التوبة إذا كان كثير التوبة فمعناه أنه كثير الأخطاء وأنه كثير الزلن وهذا الأمر طبيعي في حق الإنسان أن يقع منه الزلن بعد الزلن لكن عليه أن يبادر بالتوبة هذه الحقائق يجب أننا تتزعزع في قلوبنا يا أخوان في حق أنفسنا وفي حق غيرنا حتى لا يكون عندنا مبالغة في التعامل مع الأخطاء أو مبالغة في التعامل مع المذنبين الله سبحانه الذي حرم هذا الفعل أمرك أن تتعامل مع من فعله بطريقة ما لا تخرج على هذه الطريقة بسبب اندفاع كل غيرتك على الدين زاكا ما خير على هذه الغيرة لكن يا أخي الكريم عليك أن تتعامل مع هؤلاء المخطئين كما تتعامل مع نفسك أتعامل وفق المبادئ الشرعية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم من النصب التي أحسن وكذلك الحكمة وكذلك الرفق ما يصير إنسان ارتكب خطأ أروح آقبة بعقوبة مخالفة لي الطريقة والعقوبة الشرعية ما يصير أن أذهب لي أتشدد في التعامل مع الناس وأطلب منهم أن يكونوا ملائكة أو أن يكونوا مثل الصحابة في الصيام والقيام وتلاوة القرآن والذكر والبعد عن الدنيا لا عليك أن تنظر إلى حقائق الناس كما أخبرك نبيك صلى الله عليه وسلم كل بني آدم أخطأ نستأذنكم بهذا الفاصل وإن شاء الله نكمل بعده وبارك الله فيك حياكم الله مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات الكرام كل بني آدم خطأ هذه الحقيقة يجب أن لا تتزعزع في قلوبنا بمعنى يا إخواني أن الإنسان ينظر نفسه على هذا الأساس بمعنى مو كل رأي أنت رأيته يكون صحي مو كل معلومة لقيتها تكون صحيح مو كل قول قلته يجب أن يكون صحيح ليس كل طريقة اخترتها لنفسك في التعامل مع الناس تكون صحيح لا مشارئة ممكن تكون صحيحة وإن شاء الله تكون صحيحة ولكن قد تكون خاطئة لا تتعامل مع آرائك الشخصية وكأن القرآن لوحاء الله إليك لا ياه ترى ممكن يكون لك رأي سديد ورأي مبارك وذلك الله خير وقد يكون رأيك ليس سديدا بل رأيا مخالفا وإحيانا يكون الرأي في غاية السفاهة بدليل أني أنا وإنتو كلنا كل ما تقدم بنا العمر يقول الله أنا شو يقولها الكلام شنون اخترت هذا الاختيار لو استقبلت من أمري ما استدبرت كان ما سويت الشغل اللي فلاني وكان ما توظفتيني كان خليت تخصصي كذا كان سويت كذا كان ما شرتها البيت شرت أمر طبيعي في الإنسان أن يمر عليه مثل هذه الحالات لماذا لأنه خطأ إخواني الكرام ما يصير إحنا ننظر لبعض الشخصيات سواء الدينية وغير على أنها معصومة من خطأ وأنها لا تخطئ ولا كالكلام لا يستقيم حتى الرمز اللي أنت تعظمه سواء كان رمزا سياسيا أو رمزا دينيا أو رمزا إعلاميا أو حاكما أو محكوما ليس معصوما من خطأ يا أخي الكريم قد يجتهد ولا يوفق وقد يجتهد ويوفق زع الله خير لا تتعامل مع آرائه كما تتعامل مع اختيارات وأخوال وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم ومهما كان الإنسان ممن جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم مهما كان فهو ليس معصوما من الخطأ وليس معصوما من الزنب تحامل مع أبنائك على هذا الأساس الولد يخطي هتقول والله الولد سوه وحط نعم سوه وحطه أخطأ صحيح الخطأ بالصواب صحيح الخطأ بالعقل والحكية والرفق واللين بالرحمة التأب لا تكن مع الإبن كأنك عدو والبنت نفس الشيء قد تخطئ وقد تخطئ أخطاء متكررة والولد نفس الشيء والخادم والخادمة والسائر وكل الذين يعملوا معك والزوجة والإخوة والأخوات كل بني آدم حطاء ولكن وخير الخطائين التواب إذا ما رسخت هذه الحقيقة في نفسك ستبدأ تقدس نفسك تقديسا خاطيا وستبدأ تقدس غيرك من الأشخاص تقديسا أيضا خاطئا لأن أنا وألت وهو كلنا نصيب ونع وصلنا إلى الختام ونلقاكم إن شاء الله في لقاءات قادمة إلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحلة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة